تعالى بقى نتكلم عن مطش مبارح الاهلي وفيوتشر هذه المبرأة اللي كانت هامة جدا بالنسبة لنادي الاهلي واللي كان من خلالها تقدر تاخد خطوة اخرى في انطلاقتك المميزة في بطولة الدوري السنة دي بالتحديد وكل بطولة انت ماشي بشكل كويس جدا وانطلاقة اكثر من رائعة مع كلر بس كان مهم اوي ده انت مبارح تكسب خصوصا في ظروف المطش يعني انت ظروف المطش بالنسبة لك طارد في ديار 20 لعمر كمال عبدالواحد وده مش اي لعيب في فيوتشر ده لعيب مهم اوي في استراتيجية الكابتن علي ماهر سواء الهجومية او الدفاعية فالرجل اطرد وطرد مستحق ليه خرج عمر كمال عبدالواحد جبت هدف في ديارة تقريبا 31 او 32 فبالتالي تقدمت بنتيجة 1-0 كان مهم اوي اوي ان انت تخلص المطش بدري بدري خصوصا ان انت عندك كل الامكانيات وكل الظروف في المطش مساعدك انك تكسب وتريح نفسك من الشوت الاول لكن للأسف للأسف وبنتكلم بمنتهى الوضوح عشان الاهلي وعشان الرجالة بتوعنا لقابة النادي الاهلي وعشان الجهاز الفني للنادي الاهلي للأسف شوية ثقة زايدة شوية ثقة زايدة خليت النتيجة مبالح تبقى نتيجة سلبية للأهلي وجماهيره وجماهيره اللي كانت مبسوطة جدا بخبر المشاركة في بطولة كياس العالم الاندية اتنكدت عشان اتعدلنا المطش ده خلي بالك ما احنا ممكن اقاني تعادل ممكن نكسر وممكن نكسر دي كرة القدم بس انك تتعدل المطش ده بظروفه لا ده امر غير مقبول غير مقبول انا متفاهم جدا ان انت وارد ان انت تتعدل انت مش تلاعب فرقة قليلة انت بتلاعب في يوتر فرقة كويسة جدا بممكن ان تكون مميزة بجهاز فني محترم لكن ظروف المطش ما ينفعش ابدا من خلالها انك تتعدل ما ينفعش ابدا وده درس من ضمن الدروس بتاعت السنتين اللي فاتوا لازم نستفاد يا جماعة من دروس السنتين اللي فاتوا وما انكررش اخطأنا واضح ان فيه خطأ اتكررهم في المورات المبارح وهي الثقة الزيادة وشوية دلع وشوية انا بحاول انتقي الكلام بالزبط شوية دلع الدلع ده حيخسرنا بطولة الدوري تاني او تالت كمان وده امر حيبقى صعب جدا على جمهور النادي الاهل لا يا رجالة احنا بنصق فيكم وبندعمكم وبنسنتكم وانتوا لعب عالية قوي كويسة جدا وجودة ممتازة ماشي؟ فبعد اذنكم الحاجات اللي زي دي مش هينفعت القرر مش هينفعت القرر مش بنحط عليكم ضغوط لا انتوا قد اي ضغوط وانتوا قدوا الثقة اللي من جمهور الاهلي فيكم لكن اكيد فيه اسباب قدت لهذا التعادل الغير مقبول الغير مقبول واللي برضو مش هنقف عنده لان نخلي بالك احنا لازم يكون يا جماعة في موضوعية في النجط يعني احنا هو بص انا بقول لك احنا من خلال شاشة القرارة النادي الاهلي ومن خلال برنامج التريند لا احنا بننتقد الفرق مبارح عشان نبقى واضحين بننتقد الفرق بننتقد الجهاز الفني مبارح لكن مش معنى ان احنا بننتقدهم ان هم مش نافعين بقى وعشان تعادلنا ماتش ويبقى فيه مشكلة في الجهاز الفني وفي كولر اللي احنا عمليم بينشيد بيه لا دي مش كرة اللي يتكلم بالطريقة دي يبقى معلش يعني يبقى هو يعني ايه مش بيتكلم بمنتهى الموضعية المطلوبة لا خالص لا فيش حاجة اسمها كده انت وارد تتعادل وارد تكسر وارد تخسر هي دي كرة القدم ونفسة قوية ومستقلة على كل الاسعاد لكن فيه تعادل غير مقبول زي بتعنبارح ده بظروف المطش وتعادلات اخرى مقبولة نظرا لصعوبة مباراة نظرا لان انت عملت كل اللي عليك بس ما كانش فيه توفيق وكلام من ده ده كل ده بيبقى ساعتها مقبولة